هذا وتتابع الشعوب العربية مجريات القمة العربية 28 المنعقدة في المملكة الأردنية الهشمية والتي من المؤمل أن تخرج بقرارات من شأنها أن تسهم في حل القضايا الإقليمية العربية ولم الشمل العربي مراسلنا زيد الخلفات رصد لنا بعض آراء الشارع الأردني حول القمة وأعد لنا التقرير التالي أبدى الشارع الأردني ارتياحه لما سيصدر عن القمة العربية 28 من قرارات من شأنها أن توجد حلولا ناجعة ضمن إطار الجامعة العربية تفرز شعاع وبصيص أمل لها الشعوب العربية إن شاء الله وتعم نتيجتها قريبا على الوطن العربي عامة وعلى أردن خاصة أتمنى من الاجتماع القمة هي أنه يكون فيه تغيير لحال الأمة العربية وأنه يصير فيه يعني كلمة واحدة للدول العربية وللأمة العربية إن شاء الله نتأمل كل خير إن شاء الله وكل وفاء ويتفقوا مع بعض إن شاء الله ويعمي السلام على الجميع إن شاء الله أتمنى أن هذه القمة تأتي بحلول جديدة من شأنها تحل الصراع في المنطقة العربية وعلى رأسها القضية السورية طبعا والحفظ كرامة الشعب السوري ودعم صمود الشعب الفلسطيني وكذلك الشعب العراقي وترنوا أعين المتابعين للقمة المنعقدة في عمان إلى أن تكون منبرا لإطلاق عمل عربي مؤسسي يزيد من قدرة الأمة العربية على حل الأزمات ويساعد على فتح آفاق جديدة في المجال الأمني والاقتصادي والاجتماعي نأمل أن يتم تجاوز كل هذه الخلافات لمصلحة الأمة العربية وأن يتم تفعيل دور مؤسسات العمل العربي المشترك وأن يكون هناك نظرة إيجابية من قبل القادة العرب لطبيعة التحديات والصعوبات التي تواجه هذه الأمة لتحويلها إلى فرص حقيقية وإلى قصص يمكن أن تكون لمصلحة الأمة وتأتي القمة في وقت تزداد التحديات التي تمر بها الأمة العربية والتي تستدعي مواجهتها في كافة المجالات ورغم ما تحمله القمة من ملفات ساخنة على الصعيد السياسي والأمني إلا أن الشارع الأردني ينظر إلى القمة بشكل إيجابي لحل القضايا العربية العالقة وتوحيد الصف العربي زيد الخليفات تلفزيون البحرين عمان ترجمة نانسي قنقر